السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في كرشي جانا انها هبدأ هنعمل مع بعض شهر مسلس بغبزة جديدة شكله حلو قوي وفي نفس الوقت سهل في التنفيذ هنمشي خطوة بخطوة وان شاء الله يعجبك الخيوط المستخدمة انا هستخدم اليس كوتون جولد انت كمان فيك تستخدم اي خيوط انت حبها وهستخدم معي ابارة رقم اثنين ونص يلا بنا نبدأ بس قبل ما نبدأ يا بيت تدعمينا بلايك وشير ولو جديدة معنا هتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد ان شاء الله نبدأ بسم الله اول حاجة هعملها عقدة البداية بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمس خمس سلاسل بروح على اول سلسلة باخد منزرك كده انا قفلت ادية بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة ودولتها اعتبرهم اول عمود معي في الدول الاول واحد اتنين سلسلة كفرار ولفها الابر من الدايرة باخد عمود بعد كده سلسلة واحدة ولفها الابر ومن الدايرة تاني باخد عمود واحد اتنين تلاتة سلسلة لفها الابر ومن الدايرة باخد عمود واحد سلسلة ومن الدايرة باخد عمود اتنين سلسلة ولافع القبرة وبقفل الدور بعمود كده قفلنا الدور زي ما بدأناها بالزبط اول حاجة عملناها عمود اتنين سلسلة عمود سلسلة عمود تلات سلاسل عمود سلسلة عمود اتنين سلسلة عمود بعد كده بابتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وده هعطبه اول عمود معي في الدور التاني لفع الابا من اول فراج هيقابلنا لطول بسحب الخيط لأول مرة لفع الابا بسحب الخيط لتاني مرة لفع الابا بسحب الخيط لتالت مرة لفع الابا بسحب الخيط لتالي رابع مرة لفع الابا بخرج منهم كلهم مع عادة خطين لفع الابا بخرج من الاتنين كده عملت اول بف بعد كده واحد اتنين سلسلة لفع الابرة بفوت الفراج التاني بروح الفراج بتاع الوسط بسحب الخيط لأول مرة وتاني مرة وتالت مرة ورابع مرة لفع الابرة بخرج منهم كلهم مع داختين لفع الابرة بخرج من الاتنين كده أنا عملت أول بفع في الوسط واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابرة من نفس الفراج بسحب الخيط لأول مرة وتاني مرة وتالت مرة وبربع مرة لفع الإبرة بخرج منهم كلهم مع داختين لفع الإبرة بخرج من الاتنين كده اشتغلت اتنين بف واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الإبرة من نفس الفرار بسحب الخيط أربع مبرات واحد اتنين تلاتة أربعة لفع الإبرة بخرج منهم كلهم مع داختين لفع الابا بخرج من الاتنين واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابا من نفس الفراج باسحب البف اربعة من اربع سحبات لفع الابا بخرج منهم كلهم لفع الابا بخرج من الاتنين بشكل ده بعد كده باخد اتنين سلسلة لفع الابا بروح بفوت الفراج اللي عليه الدور بروح اخر فراج واسحب الخيط اربع مرات واحد اتنين تلاتة اربعة لفها الابر بخرج منهم كلهم لفها الابر بخرج من الاتنين لفها الابر عندي هنا سلسلة الابتفاع واحد اتنين وفتالث سلسلة بدخل وبياخد عمود كده قفلت الدور زي ما بدأته وده شكل الدور التاني بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة وهلف الشرط وده هاعتبر اول عمود معي في الدور التالت واحد اتنين سلسلة ولفها الابر في نفس المكان او في نفس العمود هاخد عمود كده انا اشتغلت في البداية حرف ال V عمود اتنين سلسلة عمود بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمس سلسلة ولفها الابر وهذه بروح هنا اول بف في الوسط الفراج اللي بعدها على طول هاخد عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمس خمس سلاسل لفها الابر هنا عندي الفراج بتاع الوسط الوسط عندي كان فراج واحد اتنين تلاتة ما بين الاربعة بف بتوع الوسط البف التاني بتاع الوسط انا كنت شغالة تلات سلاسل هروح في السلسلة رقم اتنين ادخل واسحب الخيط واخد عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمس خمس سلاسل اللي بفها الابر في نفس المكان اللي هي السلسلة رقم اتنين باخد العمود التاني يبقى انا اشتغلت في الوسط حرف الفي بالشكل يا ده يبقى في البداية حرف الفي وفي الوسط حرف الفي وده موصلنا للوسط يبقى قبل الوسط اللي عملنا هنعمله النحية التانية بعض الوسط واحد اتنين تلاتة اربعة خمس سلسلة والفراج اللي هيقبلنا على طول هاخد عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمس خمس سلاسل اللي بفها الابر عندي هنا سلسلة ارتفاع اللي هي التلس سلاسل هدخل في السلسلة بالشكل ده واخد عمود واحد اتنين سلسلة اللي بفها الابر وفي نفس المكان عمود وكده انا قفلت الدور زي ما بدأته بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة وهلف الشول وده هعتبره اول عمود معي في الدور بابر واحد اتنين تلاتة اربعة خمس خمس سلاسل الكفراج اللي بفها الابر بفوت الفراج بتاع حرف الفي بروح لعمود التاني او الدلع التاني بتاع حرف الفي بالشكل ده وبدخل وبعمل عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة ولفها الابر وهي ابي ان العمود هاخد عليه عمود بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كما السلاسل اللفها الابر عندي هنا حرف الفي بتاع الوسط او الدلع الاول او العمود الاول بتاع حرف الفي بفوت اول سلسلة تاني سلسلة تالت سلسلة بادخل وبعمل عمود اتنين سلسلة وف نفس المكان بعمل عمود اتنين سلسلة وف نفس المكان بعمل عمود وكده احنا اشتغلنا الوسط يعني اللي عملناه قبل الوسط هنشتغله بعض الوسط واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمسة سلسلة لفعل ابرا الدلع التاني بتحرفل فيه باخد عليه عمود بعد كده خمس سلاسل وعمود خمس سلاسل وعلى عمود ده عمود خمس سلاسل وعمود في النهاية هخلص لنهاية الدور الرابع ونرجع في بداية الدور الخامس انا كده خلصت الدور الرابع بعد كده برتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وهلف الشور وده هعتبر اول عمود معي في الدور الخامس بعد كده واحد اتنين سلسلة لفعل ابرا في نفس العمود هاخد عمود وكده انا اشتغلت حرف الفيه في اول عمود عمود تنين سلسلة عمود سلسلة واحدة لفعل ابرا في نفس المكان هاخد عمود وكده انا اشتغلت فرق تاني لحرف الفيه بالشكل ده بعد كده لفعل ابرا وعلى عمود ده هاخد عمود سلسلة واحدة لفعل ابرا في نفس المكان هاخد عمود اتنين سلسلة وفي نفس المكان هاخد عمود سلسلة واحدة وفي نفس المكان هاخد عمود هنا الفرق بقى ثلاث فرقات لفعل ابرا على العمود اللي بعده هاشتغل عمود سلسلة في نفس المكان باخد عمود اتنين سلسلة في نفس المكان باشتغل عمود سلسلة في نفس المكان باشتغل عمود يعني بنكور نفس الجوبزة تاني لفعل ابرا العمود اللي بعده هاخد عمود سلسلة وعمود اتنين سلسلة وفي نفس المكان باخد عمود سلسلة وفي نفس المكان باشتغل عمود الشكل اده لفعل ابرا عندي هنا الفرقين بتوع الوسط اول عمود هاشتغل علي عمود سلسلة وفي نفس المكان عمود اتنين سلسلة وفي نفس المكان باشتغل عمود سلسلة وفي نفس المكان باشتغل عمود بالشكل ده هاخد لفعل ابرا وابرح على طول على العمود بتاع الوسط هاشتغل عمود سلسلة سلسلة في نفس المكان باخد عمود تلات سلاسل وفي نفس المكان باخد عمود سلسلة واحدة وفي نفس المكان باشتغل عمود بقيت كده في الوسط عمود سلسلة عمود تلات سلاسل عمود سلسلة عمود بعد كده ده موصلنا للوسط بنشتغل نفس اللي اشتغلناه النحية دي لفعل ابرا واول عمود يقابلنا على طول هاشتغل عليه عمود سلسلة عمود اتنين سلسلة عمود سلسلة وفي نفس المكان عمود وهنستمر بالشول كده هنمشي بنفس النمط لنهاية الدور ونبجع تاني كده خلصت الدور الخمس بعد كده هاشتغل واحد اتنين تلاتة سلسلة وهلاف الشجر ولفع الابرا من اول فراج على طول هسحب الخيط اول مرة وتاني مرة وتالت مرة ورابع مرة لفع الابرا بخرج منهم كلهم مع داختين لفع الابرا بخرج من الاثنين كده عملت في اول فراج على طول بفع ثلاث سلاسل لفع الابرا من نفس الفراج بسحب الخيط اول مرة وتاني مرة وتالت مرة ورابع مرة لفع الابرا بخرج منهم كلهم مع داختين لفع الابرا بخرج من الاثنين يبقى الفراج الاولين اشتغلت في اتنين بف بينهم تلاتة سلسلة سلسلة واحدة لفع الابرا عندي هنا فوق العمود ده كان تلات فراجات واحد سلسلة اتنين سلسلة واحد سلسلة بسحب الخيط اول مرة وتاني مرة وتالت مرة وربع مرة لفع الابرا بخرج منهم كلهم مع داختين لفع الابرا بخرج من الاثنين واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابرا من نفس الفراج سحب الخيط اول مرة وتاني مرة والتالتة والربع لفع الابرا بخرج منهم كلهم مع داختين لفع الابرا بخرج من الاثنين بالشكل ده سلسلة واحدة لفع الابرا اروح الربزة الجديدة الفراج بتاع الاثنين سلسلة ولا هنشتغل منه هسحب الخيط اربع مرات بعد كده لفع الابرا بخرج منهم كلهم مع داختين لفع الابرا بخرج من الاثنين واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابرا من نفس الفراج سحب الخيط اربع مرات عشان اخذ البفر التاني لفع الابرا بخرج منهم كلهم لفع الابرا بخرج من الاثنين سلسلة واحدة لفع الابرا بروح الفراج بتاع الاثنين سلسلة أسحب الخيط أول مرة تاني مرة تالت مرة رابع مرة لفع الإبرة بخرج منهم كلهم مع عادة خطين لفع الإبرة بخرج من الاتنين واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الإبرة من نفس الفراج بأسحب الخيط أربع مرات الأولى التانية التالتة الرابعة لفع الإبرة بخرج منهم كلهم مع عادة خطين على الإبرة لفع الإبرة بخرج من الاتنين سلسلة واحدة ونذهب على الفراغ بتاع الاثنين سلسلة ونقوم بتاني هنعمل اثنين بوف بينهم تلاتة سلسلة والبوف من اربع صحبات واحد اثنين تلاتة سلسلة من نفس الفراغ باخد البوف التاني واحد اثنين تلاتة اربعة سلسلة هنا بقى وصلنا للفراغ بتاع الوسط لفع الابر من الفراغ بتاع الوسط بسحب الخيط اول مرة وتاني مرة والتالتة وربعة بقى ودي اول بوف معنا في الوسط واحد اثنين تلاتة سلسلة لفع الابر واخد البوف التانية تلاتة سلسلة لفع الابر باخد البوف التالتة واحد اثنين تلاتة سلسلة من نفس المكان باخد البوف رقم اربعة يبقى في الوسط دائما بنشتغل اربعة بوف ما بينهم تلاتة سلسلة وكده احنا وصلنا للوسط ودام وصلنا للوسط يبقى اللي اشتغلنا قبل الوسط هنشتغله بعض الوسط سلسلة لفع الابر ودايما بنشتغل في الفراغ بتاع الاثنين سلسلة هنا وهنا 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 واخر بحاجة هنا لفع الابر بروح الفراغ بتاع الاثنين سلسلة باخد اول بوف واحد اتنين تلاتة سلسلة من نفس الفراغ باخد البوف التاني سلسلة وبروح الفراغ اللي بعده اللي هو بتاع الاثنين سلسلة وباشتغل اتنين بوف ما بينهم تلاتة سلسلة هنقرر بنفس النمط اللي مشينا بيه لحد ما نخلص الدور السادس ونبجع تاني هنا كده خلصت الدور السادس بالشكل ده هنبدأ بقى نكرر تاني عشان تعرفي انت بتكرري هنقرر الدور التالت يعني هنقرر الدور التالت والرابع والخامس والسادس اربع ادوار لحد قد تخلص الشيء دلوقتي هنقرر الدور التالت اول حاجة هعمل واحد اتنين تلاتة سلسلة وهليف الشر وده هعتبر اول عمود معي في الدور السابع واحد اتنين سلسلة كفرغ لفع الابر في نفس المكان هاخد عمود كده انا عملت حرف الفي في البداية واحد اتنين تلاتة اربعة خمس كما السلاسل لفع الابر ما بين الاتنين بوف والاتنين بوف ديت هنسميها الواحدة شايفها هندخل في الفراج اللي ما بينهم كده وهنا اخد عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمس كما السلاسل لفع الابر بعد الاتنين بوف باخد عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمس كما السلاسل لفع الابر بعد الاتنين بوف باخد عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمس كما السلاسل لفع الابر بعد الاتنين بوف باخد عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمس واحد اتنين تلاتة اربعة خمس كمس ثلاثة اللي افعل ابرة بعد اللي اتنين بف باخد امود واحد اتنين تلاتة اربعة خمس كمس ثلاثة اللي افعل ابرة عندي هنا الفراج بتاع الوسط شايفة الوسط في اربعة بف هفوت اتنين بف هروح فراج بتاع الوسط ده من ده هاخد عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة لفع ابرة في نفس المكان هياخد عمود يبقى الوسط الوحيد اللي باخد فيه عمود خمسة سلسلة عمود بالشكلة بعد كده هنكرر بقى في النص التاني ده نفس اللي عملنا في النص الاوليني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمسة سلسلة لفع ابرة بعد اللي اتنين بف باخد عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمسة سلسلة لفع ابرة بعد اللي اتنين بف باخد عمود همشي بنفس النمط ده خمسة سلسلة بعد الاتنين برف باخد عمود خمسة سلسلة وعمود خمسة سلسلة وعمود خمسة سلسلة وفي العمود الأخير ده هاخد حرف الفي عمود اتنين سلسلة عمود زي ما بدأنا الدور هخلص الدور السابع اللي هو تكرار الدور الثالث ونرجع تاني كده خلصت الدور السابع آخر حاجة عملتها حرف الفي عمود اتنين سلسلة بعد كده هنبتدي الدور التامن اللي هو تكرار الدور الرابع واحد اتنين تلاتة سلسلة وهلف الشور وده هاعتبر اول عمود معايا في الدور التامن واحد اتنين تلاتة اربعة خمس كما السلاس اللي فعل ابراح هفوت الفراج ده هروح العمود التاني او الضلع التاني بتاع حرف الفي هاخد عليه عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة لفع الابر وعلى عمود اللي هيبنة على طول هاخد عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمس كما السلاسل وعلى عمود اللي هيبنة على طول هاخد عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كما السلاسل وعلى عمود هاخد عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كما السلاسل لفع الابر وعلى عمود هاخد عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كما السلاسل لفع الابر وعلى عمود اللي هيقبني هاخد عمود 1 2 3 4 5 5 سلاسل لفع الإبرة عندي هنا الـ V بتاعت الوسط الدلع الأول أو العمود الأول بتاع حرف الـ V بأخذ عمود 1 2 3 4 5 5 سلاسل لفع الإبرة عندي هنا 5 سلاسل هفوت الأولى والتانية وفي الثالثة بدخل وبيخد عمود 1 2 سلسلة في نفس السلسلة الثالثة هيخد العمود الثاني 2 سلسلة وفي نفس المكان هيخد العمود الثالث يبقى في الوسط عملت فراغين لحرف الـ V عمود 2 سلسلة عمود 2 سلسلة عمود بعد كده وده موصلنا للوسط النص ده بنشتغلهم من ناحية دي 1 2 3 4 5 5 سلاسل لفع الإبرة عندي الضلع الثاني بتاع حرف الـ V أو العمود الثاني بأخد عليه عمود وهنبدأ نكرر 5 سلسلة وفوق العمود عمود 5 سلسلة وعمود لحد ما نيجي هنا 5 سلسلة وعمل فوق العمود ده عمود 5 سلسلة وعمود على العمود اللي في النهاية يعني زي ما بدأنا الدور بالزلط هخلص الدور الثامن ونرجع في بداية الدور التاسعة أنا كده خلصت الدور الثامن دلوقتي هنبدأ الدور التاسع اللي هو تكرار الدور الخامس 1 2 3 سلسلة وده أول عمود معي في الدور التاسع 2 سلسلة كفراج لفع الإبرة في نفس العمود هاخد عمود سلسلة واحدة في نفس المكان هاخد العمود الثاني يبقى اشتغلت حرف بي ليه فراجين فراج اتنين سلسلة وفراج سلسلة واحدة لفع الإبرة عندي هنا أول عمود هيقابلني على طول هاخد عليه عمود سلسلة في نفس المكان عمود اتنين سلسلة في نفس المكان عمود يبقى احنا بنكرر الدور الخامس بكل خطواته بعد كده سلسلة في نفس المكان عمود بقى عندي ثلاث فراجات فراج من واحد سلسلة فراج اتنين سلسلة فراج سلسلة بعد كده اللفع الإبرة بروح على العمود اللي بعده باخد عمود سلسلة عمود اتنين سلسلة عمود سلسلة عمود بالشكل ده وهنكرر على العمود اللي بعده باخد نفس الشكل ده عمود سلسلة عمود اتنين سلسلة عمود سلسلة عمود حوصل لحد العمود بتاع الوسط ونرجع تاني انا كده اشتغلت فوق كل عمود الربزة اللي هي فيها ثلاث فراجات فراج من سلسلة فراج من اتنين سلسلة فراج من سلسلة لحد ما اشتغلت على اول عمود من الوسط انا عندي العمود بتاع الوسط اللي هنا كان فيه هنا ثلاثة عمود في الوسط الاول بنشتغل عليه عادي اللي في الوسط ده هناخد لفها الابره هشتغل عليه عمود سلسلة في نفس المكان باخد العمود التاني تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة لفها الابره في نفس المكان باخد العمود التالت سلسلة باخد العمود اي بربع يبقى الاختلاف الوحيد ان الفراج التاني بدل اتنين سلسلة بقى تلاتة سلسلة بقيت الدور كله اتنين سلسلة لفها على الابره بروح العمود اللي عليه الدور على طول وباشتغل عمود سلسلة عمود اتنين سلسلة عمود سلسلة سلسلة عمود بالشكل ده كده بقى هشتغل فوق كل عمود بنفس الشكل كده بنفس النمط هنشتغل فوق كل عمود عمود سلسلة عمود اتنين سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود لحد ما يجي هنا في سلسلة الارتفاع هنا هشتغل عمود سلسلة عمود اتنين سلسلة عمود وهقفل بالدور زي ما بدأنا بالظبط هخلص الدور التاسع اللي هو تكرار الدور الخامس ونبجع في الدور العشر انا كده وصلت لنهاية الدور التاسع دلوقت هنشتغل الدور العشر هشتغل واحد اتنين ثلاثة سلسلة وهلف الشكل وده هاعتبر اول عمود معي في الدور العشر والدور العشر هو تكرار الدور السادس يبقى احنا بنكرر اربع اضواب التالت الرابع الخامس السادس تون من تشغالة الشكل دلوقت هنكرر الدور السادس لفه على الابر من اول فراجة لطول بادخله باسحب الخيط اول مرة اللفه التانية على الابر بنزل نفس الفراج باسحب الخيط لتاني مرة لفع الابر من نفس الفراج بانزل وباسحب الخيط تالت مرة لفع الابر وبانزل نفس الفراج وباسحب الخيط لربع مرة لفع الابر وبخرج منهم كلهم معادة خطرين بخرج من الاتنين واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابر من نفس الفراج بنزل وباسحب الخيط اول مرة تاني مرة تالت مرة رابع مرة لفع الابة بخرج منهم كلهم معادة خطين لفع الابة بخرج من الاتنين كده اشتغلت اتنين بوف ما بينهم تلاتة سلسلة في اول فرار واحد سلسلة لفع الابة هنا كنت بشتغل فرار واحد سلسلة اتنين سلسلة واحد سلسلة دايما هنشتغل في الفرار بتاع الاتنين سلسلة هتخل بالشكل ده واسحب الخيط اول مرة تاني مرة التالتة ابابعة لفع الابعة بخرج منهم كلهم مع داختين لفع الابعة بخرج من الاتنين واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابعة من نفس الفرار بسحب الخيط اول مرة وتاني مرة وتالت مرة وربعة لفع الابعة بخرج منهم كلهم مع داختين لفع الابعة بخرج من الاتنين كده اشتجلت في تاني فرار على طول احنا اتفقنا هنشتجل في الفرار بتاع الاتنين سلسلة بس يبدأ تاني فرار هيبني اتنين سلسلة اشتجلت اتنين بفع ما بينهم تلاتة سلسلة سلسلة واحدة لفع الابعة براح الفرار اللي بعده بسحب الخيط اول مرة التانية التالتة لفع الابعة بخرج منهم كلهم مع داختين لفع الابعة بخرج من الاتنين واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابعة من نفس الفرار بسحب الخيط عشان اخد البفر التاني لفع الابعة بخرج منهم كلهم لفع الابعة بخرج من الاتنين بالشكلة هنشتجل في كل فرار هيقابلنا اتنين سلسلة ده الفرار بتاع الاتنين سلسلة هنشتجل فيه وهنا وهنا لحد ما نوصل للفرار بتاع الوسط اللي هو تلاتة سلاسل ده هنشتجل فيه اربع اربعة ربص بف كل اللي بفه تانية ما بينها تلاتة سلسلة بقية الفرارات بتاعت الاتنين سلسلة كلهم اتنين بف بس ما بينهم تلاتة سلسلة يعني نفس اللي احنا اشتجلناه في الدور السادس هخلص الدور العاشر ونرجع عشان نشوف النموذج بتاع الشعل وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهار ده شعل حلو قوي الجوارزة بتاعته سهلة ما بيخدش معاك وقت تكرار اربع اضوار بس والشور زي ظهره اتمنى الشعل يكون عجبك والشبح كان واضح لو عجبك يا بيت دعمينا بلايك وشير ولو جديدة معنا هتشتركوا في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد ترجمة نانسي قنقر